هل تعتقد فعلا عندنا خطاب ديني متطرف سائد لهذه الدرجة اللي خلاك تتنزل الانتخابات؟ أولا نعم هناك خطاب ديني مع الأسف يعني جزء من الخطاب الديني فيه تطرف وفيه تشدد وفيه يعني نزعه للطائفية أما قضية التصدي له فنعم نتصدى له بالقانون وبالتشريع لنحد من تطرفه وتشدده لا نتصدى للتطرف بتطرف ولا نقابل التشدد بتشدد مثله ولا نقابل الطائفية الغبية بطائفية أغبى لا بل نقابل التشدد بالتسامح ونقابل الطائفية بالاعتدال ونقابل العنف بالسلام وبالتعايش من خلال ماذا هل فقط من خلال الألسنتنا وكلامنا المرسل وما نكتبه وما نقوله هذا شيء جميل وعظيم والكلمة يعني كما ورد في عدد من الكتب المقدسة أن أول ما كان الكلمة لكن الكلمة وحدها لا تكفي لا بد الكلمة هذه من أنصار أولا هذا اختبار للفكرة أن تعرض على الناس وهذه غاية عظمى وهدف نبيل أن تعرض الفكرة الذي يؤمن الإنسان بأنها فكرة جميلة وفكرة صائبة وفكرة نابعة من نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة وفعل أكابر الأمة من أهل بيتي النبوة ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن دساتيرنا من القانون الكويتي ومن الدستور الذي رعى التسامح ورعى المساواة ودعى للعدالة وهو صمام الأمان اليوم في هذا البلد الكريم أستاذ ركتور أنت تقول أن عندنا خطاب ديني متطرف برأيك كيف يستقيم أننا عندنا دستور في حريات رأي وفي قدر جيد من الحريات والديمقراطية أيضا ونفس الوقت عندنا خطاب متطرف ألا تعتقد أن القوانين الموجودة اليوم كفيلة بمحاربة هذا التطرف ألا عندنا نقص تشريعي في محاربة التطرف أولا فيما هو موجود من قوانين هناك نحتاج تفعيل لبعض القوانين مثل قانون الوحدة الوطنية توجد قوانين وتوجد أمور لكنها غير مفعلة على أرض الواقع ونحتاج أيضا تشريع في بعض الأشياء فيه هناك أمور منفلتة وهناك ممارسات أحيانا قد لا تكون في أمور تحتاج قانون أحيانا تحتاج ضبط وانتباه حينما تسخر منابر الدولة وسائلها وسائل إعلامها أو مؤسساتها الحكومية التي هي لجميع أهل البلد لجميع مكوناتهم الاجتماعية ومكوناتهم العرقية ومكوناتهم المذهبية لأن الدولة ليس لها صبغة معينة خاصة بها الدولة لا تأكل ولا تشرب الدولة لا تصلي وتصوم الدولة تضع قوانين الدولة تراعي ما بين تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم مع علاقة المحكومين بعضهم ببعض طيب فهي تهدي من قوة الاختلافات إذا وجدت وتكبح جماح من كان عنده تشدد أو عنده انفلات على الآخرين أو قسو عليهم أو عدم تعايش معهم هذه المهمة قبل أن تكون مهمتها يعني في قوانين أيضا لكن بعض القوانين قد تكون غير مفاعلة غير مفاعلة وهناك أيضا عدم انتباه يعني مؤسسات الدولة يجب أن لا تكون يعني نهبا لأي صوت متطرف لا يعبر عن مكونات المجتمع كلها ولا يعبر عن رأي الأغلبية المجتمع الكويت ولا الحمد مجتمع متسامح ومتعايش ترجمة نانسي قنقر